فازت الأرجنتين بأول بطولة كبيرة في 28 عاما عندما قادها هدف أنخال دي ماريا للتغلب 1-0 على البرازيل وأحرز لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة الخامسة عشرة لتعادل الرقم القياسي وسجل دي ماريا هدف الفوز في الشغط الأول عندما وضع الكرة في المرمى من فوق الحارس أدرسون وكان فوز المنتخب الأرجنتيني بمثابة انتصار لمهاجم برشلون عليون المسي الذي حقق لقبه الأول بقميس بلاده الأبيض والسموي بعد مسيرة من الألقاب الفردية وعلى مستوى الأندية منذ أكثر من عقد كامل